سباب مكان التسليم تغير لا تزال ترددات زلزال برنامج ما خفي أعظم تضرب البحرين التي وجدت نفسها محاصرة بعشرات الأسئلة تبدأ من استخدام تنظيم القاعدة لتصفية المعارضين وحتى كذب الأعلام الرسمي عن امتلاك المتظاهرين للأسلحة لكن وبدلا من اختيار سلوك الدول المتحضرة في الرد على التحقيقات الأعلامية اختارت المنامة أسلوب العصابات وبعد بث حلقة ما خفي أعظم على قناة الجزيرة الأحد الماضي كشفت البحرين عن وجهها الحقيقي من خلال التنكيل بعائلات الشهود البحرانيين الذين استضافتهم الجزيرة للإدلاء بشهاداتهم في هذه الفترة ومارست ضغوطا أمنية عليهم لإصدار بيانات التبرؤ من أبنائهم والتأييد للنظام الحاكم ونشرها في الأعلام الرسمي في محاولة لتخفيف الصدمة عن البحرانيين من حجم تأمرات هذا النظام ابن ما عرف بالربيع العربي عام 2011 ونشرت وسائل الإعلام البحرينية مدعت أنها بيانات من عائلتي الجلاهمة والبلوشي وعشيرة بوفلاسة لن يحتاج المراقب أو المهتم بالشأن البحريني أن يقرأ كل بيان فيها على حدا لأن ما خطته يد أمن الدولة البحرينية من أعلانات جاء بشكل واحد وأسلوب واحد لا تغيير فيه ولا اجتهاد أولا التبرؤ من أبنائهم الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم للجزيرة ثانيا تجديد الولاء لملك البحرين وفجأة وجد المقدم ياسر الجلاهمة أحد شهود ما خفي أعظم وجد نفسه محكوم عليه بالأعدام غيابيا عقب الإدلاء بشهادته للبرنامج بلا محاكمات أو تحقيقات ما يطرح معه الأسئلة متى عقدت البحرين محكمة وعلى أي أساس تم الحكم على الجلاهمة بالأعدام ووضعه على قوائم الانتربول الدولي يقول المتحدث باسم قوى الدفاع البحرين إنه تم رصد الجلاهمة عام 2018 يقوم بأنشطة تخابر لصالح قطر والمثير للسخرية أن الجلاهمة غادر البحرين منذ 2017 على إثر خلافات مع القيادة الأمنية كما قال للبرنامج فكيف تجسس على البحرين وهو بالخارج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر